الأصل في عدم الجواز للعمل فيها يتنافئ مع فطرة المرأة وطبيعتها ومعارضتها ونوثتها هذا جميع البشايخ يقولون الأصل في المجأة فإن الأصل أن القتال واجب على الرجال مو على المرأة ويتحجج وبترد وبرد عليك أصلا حتى في دخول المرأة ميادي القتال تعريضها للأسر مو شوية يا أخوان والحوم تشوف لما نجي عند الدول الغربية ودراساتها اللي صارت اللي صار لهم أكثر من خمسين سنة والمرأة أكثر بعد والمرأة عندهم اليوم يدورون دراسة ومعه ومعه عندهم إنه ما راح تحل إلا بعد عشر السنوات وشلون الاختصاب الجماعي من قيادات جماعي نحن اليوم جاي أبيبدي عشان يطلق عليه والله نصير المرأة نصير المرأة أطحقوك يا أخوان لما نقول شعب محافظ شعب محافظ ليش تقحمه ليش تدخل بنته أعطيها حمل السلاح هذه باتش الله إليك صارت مثل الغزو اللي صار شو تسوي تم أسرها يصير بعدين احنا وين قاعدين الدول الغربية ودراساتها قاعدة تقول لك تحرش واقتصاب وكذا ما في إحساس ما في دراسة قبل لا تقدم ما يصير الشيخة مهني الشيخة لها كل احترام وتقدير قاعد ببيتك قاعد ببيتك وإذا حد حاجات لك حق الشيخة مهني وعيد وكرر اللي قاس عليك عشان تصير رئيس وزراء هاجم النواب كذا وخلك قوي وخلك جري لا هذا بدششك موم والطوفة خليك تخرق الطوفة بعد موم الدشاء دخول خواتنا إلى السلك العسكري دخول المرأة إلى السلك العسكري وأكد فتح باب الاتحاق للمرأة الكويتية بشرف الخدمة العسكرية سيكون مقتصرا مقتصرا على العمل في الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي التخصصات التي تتعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأتي بجديد ولم نتطرق في قرارنا إلى حمل السلاح ملاحقة الأعداء فالأمر واضح للمتابع يعني أنا قاعد أقول شغلهم اللي عندنا في الجيش نفس عملهم اللي هم قاعد يقومون فيه خدمات طبية تمريضية مساندة كلها ما قلت أنا أن المرأة رح تحمل السلاح ولا قلت رح تركض تركض وراء العدو في الميدان أبدا ما قلت هذا الكلام أنا من أول اليوم قلت أنه رح تدخل في المهن التمريضية الأخ الفاضل أخوي حمدان لما قال ردت فعل الشعب الكويتي انصدم بهذا القرار صدمه انصدم بهذا القرار وقال مفردة ثانية بعدهم غريبة اقحامهم في الجيش اقحامهم في الجيش الاقحام يعني أنا جبتهم غصب ودخلتهم الجيش تجنيد جباري يعني أنا أبدا والله ما قلت هالكلام أنا قلت اختياري له هل اختياري هذا اقحام وين الاقحام فيها على راحتها لا تدخل ما غصبتها أنا أنا لما أقول الصدمة الصدمة يعني انه اول مرة نسوي الصدمة اول مرة احنا نسوي الدورة الدورة اول ما طلعت اول قرار وزاري بشأن دخول المرأة الجيش الكويتي سنة ثمانية ثمانين الف وتسعمائة ثمانية ثمانين في وقته كان المغفور له الشيخ سالم الصباح وزيرا للدفاع هو اللي صدر القرار بعد التحرير سنة اربعة وتسعين صدر امر اداري بقبول بناتنا في الجيش عندنا في الجيش موجودين وهذا الامر لداري يعني موجودين شون انصدم الشعب الكويتي واللي كانوا قبل شنو فهات الصدمة لما تكون اول مرة مفاجأة هي الصدمة بعدين يا الله يغفر له الشيخ ناصر الصباح صرح ان البنات بيدخلون الجيش وصدر قرار وزاري كذلك مثل ما صدرتنا صدر قرار مثل ما صدر الشيخ سالم الصباح الله يغفر له الله يغفر لهم كلهم صدر قرار وزاري بتطوع المرأة بالجيش وهذا القرار الوزاري جدامكم يجوز تطوع الاناث تطوع هم كذلك الله يرحمه يقول تطوع كلهم قا يقولون تطوع وكلهم صدروا قرار وهذه سنة الفين وثمانتعش اخوي الفاضل حمدان كان موجود هنا بس ما سمعت ان اعترض عليه ولا قال صدمة حق الشيخ ناصر بس صدمة يت علي يانا يعني اللي قبل كلهم حلال وقفت عندي يانا عبدالله فعموما الصدمة يعني ما نعرف ليش وصلت عندي بس الصدمة